شكراً للمحمد سعيد وشكراً للكريم يعني عايز أقول لك يا جماعة انطباعنا شخصياً أنا شفت شخصية النادي الأهري عبر تاريخه كله تجزدت في شخص محمود الخطيب شخصية النادي الأهلي تاني عبر تاريخه تجزدت النهاردة في شخص الكابتن محمود الخطيب في هذا الاحتفال والاحتفاء بنجوم النادي الأهلي شخصية النادي الأهلي اللي فيها كبرياء فيها تواضع وفيها ثقة وفيها إنكار للذات وفيها روعة في الأداء النهاردة كابتن الخطيب روعة في الأداء وفيها انبهار بالمنظر العام والصورة العامة اللي شفناها وشفتوها حضراتك كلها كابتن محمود الخطيب النهاردة جالساً إدى درس للجميع درس في كيف تكون كبيراً كيف تكون كبيراً بمصدقيتك بالثقة في نفسك بشخصيتك بأمانتك بوعودك اللي بتحققها إدى درس للكل بالأمانة إدى درس للكل إزاي تكون كبير باحترام كل رموز وأعضاء النادي الأهلي اللي قدموا النادي الأهلي كل حاجة ممكن يقدموها حاجة النهاردة ولا أروع من كده صورة كنا كلنا فخورون بيها كابتن محمود الخطيب زي ما قلتلكم بكرر وبعيد فعلاً نهاردة جسد شخصية النادي الأهلي فيه النهاردة حاجة ولا أروع من كده حاجة جميلة جداً إنجازات هتشوفوها في الواقع يعني في أشهر قليلاً إن شاء الله ربنا معاه ومع المجلس المؤكر كابتن محمود الخطيب النهاردة بمجلسه المؤكر سيد الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والمهندس خالد رندالي أميلي السندوق والأستاذ محمد دماطي عضو المجلس والأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو المجلس والكابتن رانيا علواني عضو المجلس والكابتن جهر نبيل والدكتور مهند مجدي عضو المجلس والمهندس محمد سراج والأستاذ محمد الجرح وطبعاً المهندس خالد مرتجي يعني كل التمنيات إنه يرجع بالسلامة إن شاء الله كان عنده ارتباط مع طبيبه والأستاذ طارق أنديل ارتباطه ببعث النادي الأهلي فمنانا إن شاء الله يرجعوا بالسلامة عايز أقولكو كمان كابتن الخطيب النهاردة بالشخصيات اللي شفتوها قدام حضراته وكرامها كان فيش اخصيات راح لها زي الكابتن الكبير الكابتن عادل هيكل اللي هنشوف دلوقتي حالاً تقرير عن زيارة الكابتن الكبير محمود الخطيب للكابتن الكبير عادل هيكل